أسعد الله أوقاتكم أصدقائي موضوع اليوم هو عملنا عمل شراحي ما هي المراحل اللي باعت العمل الشراحي أنا خبرتكم في الفيديو الأول سأكون رابطوا بي صندوق الوصف إنه المراحل اللي أنا مرأت فيها أثناء استقصال سرطان الغدة الدرقية وعم بحكي لكم تشربتي اللي مرأت فيها المرحلة الثانية هي عبارة عن كيف نتعامل مع الجرح الناتج عن العمل الجراحي البرشور هي تأخذته من مشفى كوستاف كيف نتعامل مع جرح في البداية كما هو موضح هو غسل اليدين جيدا ثانيا هي استخدام منظف لا يحوي على الصابون هذا المنصف غايته تنظيف منطقة الجرح المنصف يجب أن يكون مناسب للجرح للجلد لأن الجلد يكون رئيق وما بيكون بحاجة حتى نعمل حركات حتى نجففه وما نأزي منطقة الجرح هذا هو الجل الذي استخدمته لتنظيف الجرح لا أريد أن نشرح عن الماركة لا أريد أن أخبركم أنه هذا هو المنتج والمنتج مدعم بـ B5 وغايته تجديد الخلايا الموجودة المرحلة الثالثة التي تظهر بالبروشور هي أنه يجب أن نعطني بالجرح مرتين باليوم وهي عبارة عن الغسيل ونسمى المرحلة الثانية هي الكريم نضع الكريم على الجرح وذلك لترطيبه بعد عملية الغسيل وتنظيفه غاية الكريم هي عبارة عن غير الترطيب نحن نحاول لون الجرح الغامل أنه يرجع للون الطبيعي يكون قريب من لون الجسم قبل العملية التحذير الموجود في المرحلة الرابعة هو أن نستخدم واقع الشمس عندما نظهر بالشمس تكون عامل الحماية 50 والغاية بذلك حتى نحافظ على لون البشرة الجديدة التي تظهر بالجرح أنا استخدمت هذا المنتج هو ليس عرض الماركة وإنما الفكرة يجب أن نستخدمه لما يكون لدينا جرح المرحلة الثانية ما هو الوضع الذي نستخدمه للجرح؟ أثناء عملية التنظيف أثناء عملية إضافة التطبيق الكريم إذا كان لدينا الجرح صغير نستخدم الأصابع الثلاثة والذي نربط على الجرح قليلا دون الفرق أما إذا كان الجرح كبير فأنا نستخدم راحة اليد بحركة خفيفة و ناعمة على الجرح المرحلة التي تلي هذه المراحل هي عبارة عن الوضع المطلوب أثناء عملية التدليق الزاتي نحن بالمطلوب استخدمنا التدليق الزاتي التدليق الزاتي يكون بعد ما يسمح لك الطبيب المعالغ أنك تقوم بالتدليق الزاتي ما هي الشروط التدليق الزاتي؟ يجب أن نكون بحركات دائرية خفيفة دون الفرق لا نفرق الجرح حركات دائرية خفيفة بغية توزيع الكريم على الجرح أيضا نستطيع بحركات إلى اليسار واليمين إلى الأعلى والأسفل المرحلة الرابعة هي بعد شهرين من مرحلة العلاج وبموافقة الطبيب المعالج أيضا حيث نقوم بمسك الجلد من الأعلى ومن الأسفل ونقوم بتربيته هكذا الغاية من هذه المرحلة أو من المراحل السابقة التي تسبق مرحلة الشهرين هي الجلد التخلص من الجلد القديم والحصول على جلد قريب من اللون البشرة يعني الغاية هي تقشير الجلد بحركات بسيطة دون إيزاء الجرح الجرح هذه العملية تكون مرتين في الأسبوع وكل مرة لمدة 10 دقائق والغاية من ذلك نوعية هي تقشير الجلد والحصول على لون قريب من لون البشرة الطبيعي أرفق لكم صور الجرح قبل أما حاليا أنا لسا ما كفيت الشهر أنا كفيت فقط لسا الشهر ما كفيته يعني لسا أنا بكير علي هذه المرحلة وأنا بفرجكم النتائج بعد ما بوصل لها المرحلة إن شاء الله الفيديو القادم رح يكون عن العلاج باليوت المشار أنا شو هي التجربة اللي أنا مرأت فيها وعشت فيها بتمنى تكون هالمعلومات اللي قدمتها مفيدة وبردتبئ لكم الطاقة الإيجابية اللي بيتمتع فيها شخص المريض و الوسط المحيط هي أهم علاج لأنه الواحد بيموت من الهم بتمنى أصدقائي يكون أنا أتنامت شي مفيد وبدعوكم اشتراك للقناة وتفعيل الجرس حتى تتابعوا كل جديد بهذا الموضوع نمتم بخير وصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر